بما نتحدث بقى عن الثواب وبنتحدث عن الأجر عن ربنا والحاجات اللي هي الروحانية الجميلة طبعا احنا بدأنا خلاص الاحتفال بعيد الأطحى المبارك بدأت الناس تستعد بقى للعيد سواء بقى من شراء الأطحية سواء ان هي بقى تبتدي تستعد لهذه الأيام والأجازات المختلفة والحيان برح كان فيه خبر كده يعني اكيد اسعد الجميع انه اعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان منح العاملين بالقطاع الخاص اجازة مدفوعة الأجر من ال219 يوليو حتى ال522 يوليو الجاري وده بمناسبة عيد الأطحى المبارك وثورة 23 يوليو وقال الوزير ان وقوف بعرفات واول وتاني ايام عيد الأطحى مبارك وعيد 23 يوليو هم دول أجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص فطبعا كل سنة وحضراتكم طيبين والفخير وبالنسبة بقى لصلاة العيد والاجراءات اللي حتم علشان خاطر يعني اقامة صلاة العيد مع التزامن مع الاحتفاظ بالاجراءات الاحترازية خلال اجتماع لمجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإقامة شعائر صلاة العيد الأطحى المبارك وشدد في هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا وحتقام هذه الشعائر في المساجد المصرح لها حاليا بإقامة صلاة الجمعة مع التزام طبعا أكيد بالضوابط والاجراءات الاحترازية يعني أكيد احنا عايزين كلنا نصلي العيد وده من أهم الشعائر والطقوس اللي احنا يعني متعودين عليها ولكن أرجوكم التزموا بالاجراءات كل واحد مثلا لازم يروح بالمصلية بتاعته يلبس الكمامة مع الكحول التباعد الاجتماعي وكان في قبل كده قرارات من مجلس الوزراء أنه أي مسجد حيخالف هذه القوانين أو القرارات حيتم طبعا التعامل معاه فبالتالي أرجوكم احنا كأشخاص حتى وإحنا رايحين نبقى احنا كمان ملتزمين ونلتزم بالتباعد الاجتماعي وكل سنة وإنتم طيبين يا رب بألف خير وبألف سلام